سؤال شغلني جداً وقلت لما هشوفك ونتقابل هسأله لك تبدايتك كانت رائعة مع النادي الأهلي رائعة ليه المسيرة دي ما كملتش وانت بداية رائعة ايه بقى زي ما انت قلت ليس سئيل وسط جيل مرعب من اللعبين قدرت تاخد وسطهم مكان ليه؟ ليه ما كملتش ليه دي لها اسباب كتير وفي نفس الوقت انا اكيد اكيد انا قصرت لكن الحظ والظروف ساعتها ما ساعدتناش كجيل احنا مرنا بمراحل كنت عندك مجزارة في صورة بعد كده الدورة توقف فضرات كبيرة جداً فعز بقى ما انت كنت ماشي كويس جداً كنت راكب فجدت فترة دي اللي عطلتنا احنا في الجيل بتاعنا يمكن اغلب في الجيل بتاعي طلع عراض الوحيد اللي ما كانش بيطلع كنت انا جزي ما كانش بيرضى طلع عني وما كانش ساعتها بيلعبني بشكل كبير لان احنا كنا الدورة مقوف واحنا بلعف افريقيا كان ان احنا في المنتخب الولمبي فاغلاء بالوقت احنا في المنتخب الولمبي والباقي بلعف افريقيا فالباقي موجود معا هنا صح فما بقتش اشارك بشكل كبير لما رجعت بعد اللي عمبيات طلعه مطلع انا امشي ما كانش راضي يمشيين خالص بلو طبعا انا عايز العب حتى قبل اللي عمبيات لان بدأت فترة في المنتخب الولمبي ما كنتش بلعب بشكل اساسي زي ما كنت بلعب صح فكنت بطلبه ان انا اطلع العب عشان اقدر اكمل واروح الي للمبيات ما كانش بوافق خالص حتى لو اعارب ربنا كرمني بعد اللي للمبيات رجعت كابتن حسام رجع ميسك تاني بدأت هلعب تاني فاهم بعد كده كابتن حسام ميشي بعد كده حصل موقف في النادي يعني انا كنت لسه صغير يعني كنت لسه صغير كان عندي 14 سنة حصل تاتش مع مدرب وصممت وقفلت كمين المدرب وقتها مش عايزة اذكر اسمه مش عايزة اذكر اسمه مش عايزة مدرب اجنبي ولا مصري لا لا مصري 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 اه فالموضوع يعني خد سكة تانية مع تغيير طبعا الادارة كان الاول كابتن حسن حمد وكابتن الخطيب الناس دي طبعا كانت عارفاني من ان انا ولد صغير في النادي وتعملت معهم كان جيل بشمهندس محمود طهار فالموضوع اخد شكل تاني خالص وبعد كده انا مشيت اشتركوا في القناة